فرزها كمواقف لكن في تقدير المقدمات حاضرة ممكن إيران تقبل بحل الدولتين على صعيد الحرب الدائرة الآن وفي قاضي الصفقة بشكل كامل في تقدير هي ستنساق مع الرغبة السعودية لأنها عدها استعداد اللا تفقد الإنجاز الذي حققته في التقارب مع السعودية على اعتبار أن السعودية ستجعلها في حالة ترتيب الأوراق إقليميا بإزالة أزمة الرغبة السعودية بتجاه التطبيع أستاذ رحمد طورنا بالنقاش يطلق عليها مبادرة السلام الشامل قدمت منذ 2002 يعني قبل احتلال العراق بين احتلال أفغانستان وبين احتلال العراق كانت هي مبادرة السلام الشامل اللي بها جملة من التفاصيل منها أن تكون السعودية بلد نووي